مرحبا أسو، اليوم أعرض لكم موظيفة مركز سلسلة التوريد واللي تخال التنقل خلال وحدات أوراكل متعلقة بسلسلة التوريد أسهل بكثير لما تفتح مركز سلسلة التوريد حاجد أولا شاشة حيث يمكنك البحث عن عناصر المخزون على سبيل المثال جميع العناصر اللي عنديها استثناء تخطيطي محدد في أدينا سنسنل شارشون يأفت عن الطالبات المتأخرة ولما تقوم بالبحث اعتدي هنا نتيج البحث وممكنك توسيع أو طي مستويات المواد نغلل نمريد ثلاث مستويات لقائمة المواد ومن هنا يمكنك الانتقال إلى شاشات أوراكل القياسية بحيث يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن على كل عنصر ثم الانتقال إلى نماذج أوراكل المحددة على سبيل المثال يمكنك الانتقال إلى قائمة المواد لهذا العنصر أو الانتقال إلى الكمية المتوفرة أو ما إلى ذلك عند أشفى إحدى الأفكار هي أنه يمكنك بسرعة البحث عن العناصر ثم يمكنك بسرعة التنقل إلى شاشات أوراكل الوظيفة الأخرى على الشاشة هي أنه يمكنك تشغيل تقارير لعناصر معينة لذلك يمكنك على سبيل المثال تمييز العناصر وأيضا يمكنك اختيار عناصر متعددة باستخدام لوحة سين ميتش هزرت سيمس وزر التويل على لوحات الميتش من سبيل المثال السامان التقارير على سبيل المثال السامان التقارير الشائع هو الخطة الأفقية للتخطيط المتقدم لسلسلة التوريد لأنه في النسخة القياسية من أوراكل مش من السهل الحصول على تلك المعلومات إذا ممكنك بدأ ساونت عيس تقرير بليتس من هنا وعند الانتياء منه يفتح وهنا هو ملف النتيج أنا نشوف في الورق الأولى عندنا البيانات التفصيلية في الورق الثانية عندنا بعد ذلك بيانات الخطة الأفقية ممكنك على سبيل المثال النظر إلى يعني أنظر إلى لغسيدة عن التوقع نستشان كبال لما عندك عليشان العناصر اللي ومتبت حديدها جميع البيانات هنا على الجانب الأيمن في اللاو في الهوية الفيش وعس الفالفة هذه هي الوظيفة الأخرى حيث يمكنك ربط بليتس ريبورت هنا وبدأها للعناصر المحددة ويمكنك أيضا تصفية هذه العرضة على سبيل المثال إذا كنت مهتما فقط بالأجزاء المصنعة من قائمة المواد الخاصة بيك يمكنك التصفية على الجانب الأيسر هنا للأجزاء المصنعة ويمكنك أيضا البحث عن جميع الأجزاء المشترى مثل هذه ويمكنك أيضا تصفية العرض والطلب للعناصر الفردية على سبيل المثال لا يمكنك النظر في العرض والطلب لهذا المونيتور هنا ثم عرض والطلب المختلف في هذه الحالة على سبيل المثال عندنا في المخزون 9782 حاليا وتسعة الاف وسبعمائة واثنان وثمانون حاليا ثم لدينا أوامر شراق عادمة بمئتين ثم ترى للرصيد المتوقع المتاح لجميع هذه الطلبات الوردة والسنة والعرض والطلب الخارج ويمكنك أيضا نقر على هذه الروابط التنقلية والتوجه إلى على سبيل المثال وظيفة التصنيع التي تستهلك هذا العنصر قد دمنا أيضا بتحسين دمنا تعزيز شاشة العمليات المطلوبة هنا من أوراكل بيم بحيث يمكنك رؤية كل شيء في شاشة واحدة هنا على سبيل المثال نشوف مباشرة أن وظيفة التصنيع هذه تستهلك 1283 شاشة وفي الجزء الأول على علامة التبويب هنا يمكنك رؤية خطوات العمليات المختلفة يمكنك أيضا مباشرة دون الحاجة للنقر من خلال علامات تبويب إضافية معرفة عدد العناصر اللي لدينا حاليا في الطابور واللي تعمل وما إلى زيلك إنهم سيادة سمولولي في الرئيسي موين ناشي ناشي يمكنك تسقين فيه اللي يمكنك عين تطبيق توصيات المصنع يمكنك تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمصنع أو الموافقة عليها من هنا بحيث يمكنك تسليط الضوء على وظائف معينة في هذه الحالة على سبيل المثال عندنا الإجراء الموصبي لإعادة جدولة هذه الطلبات الشرائية ويمكنك الضغط على إطلاق أوامر المصنع ثم يمكنك إعادة جدولة هذه الطلبات إلى التاريخ الموصبي ويمكنك الضغط على إطلاق من السم كل الشي ما سيتم تشديش وإذا كان عندك أوامر معالجة أعتقد أنه ليس عندنا هنا أمر معالجة يمكنك أيصطان إصدارها من هنا لسا داني أبحث عن شيء يحتوي على أمر معالجة تيناس على سين و سيلا يشاهد القرص الصلبة انشينا يزب ان يكون عندنا بعض اوامر الانتاج المخطط لها حسنا عندنا بعض اوامر الانتاج المخطط لها هنا ذا يمكنك اذا اردت تحرير هذه الاوامر المخططة يمكنك القيام بذلك بطريقة مشابهة من هنا نعم هذا هو العرض السريع اذا كنتم ترغبون في رؤية المزيد يرجى الاتصال بنا وسنقوم بتنظيم عرض توضيحي مخصص لكم شكرا لكم